موسيقى 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 في المشهد الثاني. طفل يركب الطفل دراجته ويضع خودة على رأسه. والعجوز تركب. والعجوز تركب وراءه وراء الطفل في الدراجة وتضع قبعة على رأسها. اذا كلاحظوا في المشهد هنا يا ان الطفل كيركب الدراجة تركب في الدراجة دياله وراه كتركب الامرأة المسنة. هو يضع الخودة دياله الواقية وهي تضع قبعة. هذا ما نلاحظه في المشهد الثاني. نمر إلى المشهد الثالثaliśmy نلاحظ في المشهد الثالث استدام هنا الدراجة الناريات على وشك الاستدام بالسخرة. بهذا السخرة الكبيرة. والطفل هنا والعجوز على وشك الوقوع. كلاحظه هنا يفيد المشهد. دراجة التي يركبها الطفل والمرأة والمسنة على وشك الاستدام مع هذه الصخرة الكبيرة. وهما على وشك الوقوع. نشوفوا المشهد الرابع. نلاحظوا في المشهد الرابع سقوط الدراجة كما كنلاحظوا هنايا. والجدة اي الامرأة المسنة والطفل يضحكون. اذا كنلاحظوا هنا يفد المشهد الرابع والاخير. غالبا من بعد سقوط ديال الدراجة هم نادوا كيدحكوا بحل ما تروالوا يعني سقطوا في المشهد هنا سقطوا ومن بعد نادوا. نادوا كيدحكوا بحل ما كينوالوا القبعة ديالجدة هنا مرمية. اذا هذا ما نلاحظه في المشاهد امامنا. لنكتب. ولاحظ في المشهد الاول اسرات تتكون من الاب والام والابن والابنة ينزلون في السيارة التي تحمل دراجة فوقها وسيدة مسنة تقف امام الباب لاستقبالهم. ولاحظ في المشهد الثاني طفلا يركب دراجته هو يضع خودة على رأسه وعجوز تركب وراءه وتضع قبعة على رأسها. ولاحظ في المشهد الثالث استضام الدراجة بسخرة كبيرة والطفل والعجوز على وشك الوقوع. ولاحظ في المشهد الرابع سقوط الدراجة على الأرض والجدة والطفل يضحكون. لنعيد من خلال المشهد الأول. ولاحظ في المشهد الأول أسرة تتكون من الاب والام والابن والابنة ينزلون من السيارة التي تحمل دراجة فوقها وسيدة مسنة تقف امام الباب لاستقبالهم. أما بخصوص المشهد الثاني. ولاحظ في المشهد الثاني طفلا يركب دراجته ويضع خوذة على رأسه وعجوز تركب وراءه وتضع قبعة على رأسها. ألاحظ في المشهد الثالث استضام الدراجة بسخرة كبيرة والطفل والعجوز على وشك الوقوع. أما بخصوص المشهد الرابع والأخير. ألاحظ في المشهد الرابعي. سقوط السقوط الدراجة على الأرض والجدة والطفل يضحكم. ديتها الملاحظة ديال آه هاد عفوا ديال هاد المشاهد. انتلاقل من العنوان والمشاهد اذكر ما توقعي لما قد تتحدث عنه الحكاية. اذا منتلاق العنوان اللي هو جدتي آه والدراجة ومن خلال هاد المشاهد اللحظنا امامنا هنايا. هذي نحاولوا انتوقعوا ما قد ستتحدث عنه الحكاية إذن من خلال المشاهد والعنوان وهو جدة والدراج أتوقع أن الحكاية ستتحدث عن زيارة العائلة للجدة ومحاولة الركوب للجدة ومحاولة الركوب للجدة في الدراجة مع حفيذها والاستمتاع مع حفيذها إذن نكتب من خلال المشهد والعنوان اللي هو جدة والدراجة أتوقع أن الحكاية أن الحكاية ستتحدث عن زيارة العائلة للجدة ومحاولة الركوب ومحاولة ركوب عفوا الجدة في الدراجة مع حفيذها والاستمتاع بوقتها معه أي مع الحفيذ ديارها لما قد تحدث عنه الحكاية إذن من خلال المشهد والعنوان اللي هو جدة والدراجة أتوقع أن الحكاية ستتحدث عن زيارة العائلة للجدة ومحاولة ركوب الجدة في الدراجة مع حفيذها والاستمتاع بوقتها معه من خلال المشهد والعنوان اللي هو جدة والدراجة أتوقع أن الحكاية تتحدث عن زيارة لائلة للجدة ومحاولة ركوب الجدة في الدراجة مع حفيذها والاستمتاع بوقتها معه إذن كان هذا هو التعبير دياننا في سؤال أول على المشاهد وتوقعنا ما قد ستتحدث عنه الحكاية إذن أعزائي الكرام أعزائي الكريمات متابعة قناة إيقال شاد اللي كانت هذه الحكاية التانية الوحدة السلسة الأسبوعان الثالث والرابع بعنوان جدتي والدراجة صفحة رقم 208 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي إذن أتمنى أنكم تكونوا استفتماعنا هنا في الفيديو إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة